تحت شعار معا للرفع من نسبة الوجوج للخدمات الصحية في المناطق الرفية وبإشراف السلطات الإدارية والأمنية والمنتخابين المحليين نظمت النقطة الصحية بتجمع سبهالة التابع لبلدية فمرقليتة بمقاطعة بود يوما تشاوريا يهدف إلى تحسين مستوى الصحة المجتمعية وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الصحية لصالح سكان التجمع هذا ورشة برمجناها مع سلطات الإدارية والصحية يوم 25 دجمبر تم فيها عرض خطة العمل كاملة طيلة سنة 2021 وعرض الهداف والنتاج المتحصل عليها والنتاج المعتبرة وزينة والنتاج المولي الذي كان فيها نقص أعرضناها ياكاش لكن ناقشوها مع الساكنة خاصة الرؤساء القرى والوجهاء والنخبة في التجمع هنا ياكاش ناقشوها ونأخوها بمخرجات لكن نملي نقطة صحية لعبة الدور الأساسي في دمج الساكنة وتحسيزها لأهمية التجمعات وأهمية الخدمات الصحية لتجمع وتندارف تجمع ياكاش لكن تعد النتيجة عامة ما هي لا نتيجة خاصة الخيمة واللزنتين واللقارية وحدة التقارير والبيانات التي تم أرضها من ضرب القائمين على المنشأة الصحية والتي تجمل النتائج والمنجزات التي حققتها خلال العام المنقضي كانت محل إشادة وتثمين من قبل السلطات المحلية وكذا ممثل التجمع الذي يعد من أكثر التجمعات الريفية كذابة سكانية بالمقاطعة بالنسبة للنقطة الصحية فصاب الله هون نقطة على كل حالة تبدل الغالي والنفيس من أجل السعادة المواطن وعلى كل حالة ضغط عليها كبير وطبيبها ما هو باخل على كل حالة يشتغل الليل ويشتغل النهار النقطة الصحية تشتغل في الليل وتشتغل في النهار حد جاء عنده مريض الساعة الرابعة الساعة الخامسة يجي الرئيس النقطة الصحية مستعيد ليداويه وإلى عاد ما عنده وسيلة نقل يوصلوا وهذا بحقيقة يذكر في وشكا وسيتم العمل على تطبيق مخرجة هذا اليوم التشاوري ضمن خطة العمل التي ستنفذها النقطة الصحية خلال السنة المقبلة شقر المحمد فال لقناة الموريتانية من تجمع سبه الله ببلدية هم القليتة مقاطعة بود